بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور رحمد راجل في فيديو جديد ايه موضوع بقى الخواتم؟ يعني هل الخاتم سنة اللي أنا ألبس خاتم يعني ولا ايه؟ هقول لك على ثلاث معلومات في الأمر ده أول معلومة الخاتم الدهب طبعا لا يجوز للرجالة إنما ينفع للستات لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي بإسناد صحيح قال عن الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم يبقى دول حرام على الرجالة الدهب والحرير طبعا فيه شباب بقى بيلبس مثلا سلسلة فاضة لا مش دهب أيوا يا ابني بس ده تشبه بالنساء هي مش حرام عشان هي مش دهب لكن هي فيها تشبه إنما لو لبست سلسلة دهب بقى حرام من ناحيتين إن ده تشبه بالنساء وإنه دهب والدهب لا يجوز للرجال خاتم الدهب ما ينفعش نلبسه طيب خاتم الفضة هل هو سنة ولا مباح القول الراجح قول الحنابلة إنه هو مباح الجمهور قالوا سنة بس الراجح قول الحنابلة ليه لأن ما عندناش قرينة تقول إن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لخاتم الفضة كان على سبيل التعبد ممكن يكون على سبيل الجبلة والعادة لبي متعود يلبس خاتم الفضة ما عندناش دليل يقول إن ده من التعبد لللي عز وجل فالراجح إن لبس الخاتم الفضة حلال لكن ما نقدرش نقول إنه سنة طيب خاتم الحديد ورد فيه حديث لكن حديث ضعيف وده اللي خلى قول الجمهور بقى أرجح المراتي الجمهور قالوا ليس هناك حرك في لبس خاتم الحديد الحنابلة هم اللي قالوا حرام اعتمادا على الحديث الضعيف لكن الراجح إن خاتم الحديد أيضا مباح وليس فيه شيء يبقى خاتم الده من حرام خاتم الفضة حلال لكن ليس سنة خاتم الحديد أيضا حلال وليس سنة فيه بس ملحوظتين أول واحدة ينفع نلبس الخاتم في الإيد اليمين أو الشمال واليمين أفضل وتاني حاجة منهي اللي احنا نلبس الخاتم في السبابة والوسطى تبعد عن الصباعين دول السبابة والوسطى وتلبس في أي صباع من البقية الصابع لكن فيه ناهي عن التختم في السبابة والوسطى يبقى احنا كده شاملنا تقريبا أحكام كثيرة بالنسبة للخاتم للناس اللي بتستخدم الخواتم ودعموا الفيديو واشتراك في القناة وشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر